اشتركوا في القناة في الالجبرا عندي حاجة اسمها كارتيجين برودكت وهياخد السيمبل اللي هو زي علامة الباي او الطايمز وهنقول عليها باي بس قبل ما نبدأ في درس الكارتيجين تعالوا نفتكر تلت اشكال خدناهم زمان الفورم ده اللي هو الكيرلي ده كنا بنقول عليه والبراكت ده كنا بنقول عليه اللي انت عايز تطلع به من السنين اللي فاتت ان انا لو اديتك دي سيت ايكول سيت وعملت سويتش وبدلت في الايليمنت ايكول عادي مفيش مشكلة لكن هلا قدر اعمل سويتش وابدل في الانترفال برضو قبل ما ندخل على الكارتيجين عندي رول بتقول لي لو انا اديتك شطورة ايكول ايه اللي استفيدوه تقول لي هقسم واخد الفيرست ايكول الفيرست وبعد كده بعمل سولف الايكواجن وده يتقال عليه فيرست بروجيكشن طب انا يا مستر مش اقول فيرست بروجيكشن وقلت فيرست شغال طب معلش يا مستر وضح لي قال لي يعني انا لو جيت قلتلك كده اكس وهنا تو حطيت هنا ثري وحطيت هنا واجه اسألك انا اللي بقول لك انا اللي بقول لك ان الاردر بيرضل ايكول اجه اقول لك انا عايز فاين ذا فاليو بتاعت الاكس والواي هنعمل ايه هنقسم الكراسة وناخد ايه بقى حلو او الكلمة دي فيرست ايكول فيرست يبقى اكس ايكول شكرا هروح الناحية التانية الساكند ايكول الساكند نازم نبدأ بالليتر او السيمبول برافو عليك الواي ايكول اسأل نفسي هل كده مسألتي فنش اقول له اه طب قال لي الاكس مفيش جنبها نمبر فمش هنعمل opposite sign مفيش معها كوفيشن فمش هعمل divide طب يا مستر كلامك مش واضح هنمشي على المسألة دي بس هنزود لها سنة تعالوا نشوف نزود لها سنة ازاي بس هسيب لك دي الاول تعالوا كده نشوف بيقول لي F order bear equal order bear نستفيد ايه ستوب اترجم الكلمة بعد ما اقولها يبقى هنقول ايه X minus 1 ايوه equal 2 الله يعني انا كل اللي قابل الكومة كله اسمه فيرست نروح بقى الناحية التانية هنقول ايه Y plus 2 equal 3 excellent يعني ماقولش 3 equal Y plus 2 اقوله ايوه ياريت لازم ابتدي بالليتر او السيمبل عشان تبقى الفورم بتاع الايكويشن وحيله هل كده هنا مسألتي finished زي الاكزامبل اللي فات نا شكرا بنقول X minus هنعمل ايه في الراجل ده لما اجا كانسله opposite sign يعني opposite sign هو negative هنقله و لو كان positive هنقله نتعلم بقى نفتكر اللي احنا كنا بنعمله زمان ادي الايقوال 2 في بيتها و رايح لها positive 1 فابقول plus 1 تبقى خلطه X هتبقى بكام شكرا similar بنفس الطريقة نفس ال steps هنعمل ايه opposite sign لمين لل 2 انت positive ولا negative شكرا يتادي ال y equal 3 الله عليك 3 بيتها minus 2 3 minus 2 equal 1 شكرا يا مستر ادي الفاليو بتاع X ادي الفاليو بتاع Y finish حاجة جميلة اتعلم ان انت تحل بصوت ما تخليش القلم يكتبه بس تعالوا نشوف another example وهسيب لك المسألة على البورد مكملين الاول ايه اللي استفيدوا لما يبقى عندي order pair equal order pair نعمل ايه first equal first A equal square root 25 نبتدي بقى نهازر ينفع بقى عندي square root للمبر واسيبوه لا نروح على الخلاط هنعمل ايه نبتدي بقى نسأل دي equation هل في حاجة هاعمل opposite sign لا طب في حاجة هاعمل divide لو عندي كوقفشة مع الايه شكرا نروح الناحية التانية هناخد مين ال B نقول ايه نكمل بقى الجزية التانية يبقى خدنا first equal first يلا بقى second equal second لازم ابتدي بمين بالسيمبل باللتر بالمسنج ودي كيوبك 27 هنعمل ايه لالرجل الجميل ده 3 يلا خلطوا بسرعة شكرا فبقى ايه ابتدي برضو كل مرة بفكر يا تارا فيه opposite sign شكرا هعمل divide فنش بس كده اه تعالى بقى نشوف نفس المسألة بس هغير في حتة صغيرة تعالوا مع بعض مكملين فالرجل الجميل ده اداني A power 2 B power 3 ودي هنا الorder pair اتفقنا نبتدي بدايتنا العادية هناخد مين يبقى A square equal 25 هل انا عايز A square ولا انا بقولك انا عاوز ال value بتاع ايه انا عايز بتاع ايه ال A square عشان تبقى ايه بنعمل ايه 25 square root وانا تعلمت زمان لما اعمل square root فانا عندي two solution positive or negative والراجل ده في الخلاط هي دي الحاجة الوحيدة اللي الطلبة بينسوها لما اعمل square root عندي two solution positive or negative يلا نروح الناحية التانية هناخد مين B power 3 equal 10 شكرا انا عايز بي ال power 3 انا عايزها مين B هل هاعمل square root اولو لا يبقى هاعمل كيوبك لمين 27 الكيوبت بيدوني one solution ومش باحفظ finish semester اتعود تسمع المسألة تتفرج عليها تعمل stop تبتدي تعيد حلها وبعدين تروح تحل لوحدك تعالى نشوف another second equal equal شكرا ترجم يالله